موسيقى عليكم نعافي حلقة جديدة من المرنامج الصحي الذي تقدمه قناة حلب اليوم برعاية الجمعية الطبية السورية الأمريكية مبارك عليكم الشهر هذه ستكون الحلقة الأولى في شهر رمضان المبارك رح نحكي فيها عن العادات الصحية والفوائد الصحية للصيام ضيفنا بهذه الحلقة رح يكون الدكتور تامر ملة حسن طبيب متخصص في الأمراض الداخلية مدير العمليات تنفيذية في منظمة سامز الجمعية الطبية السورية الأمريكية في مكتب تركيا نرحب بالطبيب ضيف أهلا وسهلا دكتور وصيامك مبارك إن شاء الله أهلا وسهلا بك شكرا دكتور أيمان على الاستضافة في هذا البرنامج أهلا وسهلا بك أتمنى أن نكون نقدم حلقة مفيدة للمشاهدين إن شاء الله دكتور أنا عندي كل شي حمصة إلا الكرش حلبة فلذلك أنا المقدم وأنا السائل وأنا الجمهور كما في الحلقة حلقة بتمنى إلي قبل 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 البقية فيه استطلاع وتقرير عدوا مراسليننا حلب اليوم بسوريا منشوفهم نرجع للحلقة شهر رمضان المبارك يطل مجددا هذا العام في فصل الصيف الحار ما يعني طول فترة النهار التي تثير مخاوف الكثير من الصائمين نظرا لتغير العادات الغذائية وضيق فترة الإفطار ليلا لعل الصيام في هذا الشهر الكريم طريق إلى الصحة والوقاية والعلاج من أمراض كثيرة لكن الأطباء يحذرون بشكل عام من أخطاء شائعة ربما تتسبب بأضرار صحية خطيرة كميات كبيرة من المواد الدسيمة والسكريات والعصائر يحذر الأطباء من تناولها جميعا خلال فترة قصيرة فيما يكون لأصحاب الأمراض المزمنة توجيهات ونصائح طبية خاصة عادات أخرى في وجبة السحور يظن البعض أنه من المناسب أن تحتوي على أكبر كمية من الطعام لضمان بقائها في معدتهم أطول فترة ممكنة إما يقيهم الشعور بالجوع حسب اعتقادهم عادات خاطئة ومتاعب ربما يتعرض لها بعض الصائمين في هذا الشهر الكريم فيما ينتاب آخرين شعور بالرهبة والخوف من ساعات الصيام الطويلة التي يكون لها فوائد عظيمة جمع حاول أتبع عادات صحية سليمة أقدر أن أكمل الصيام برمضان شهر روحاني أهم من كل شيء يعني أنه صحيح أنه ممكن يدفع كفرة إذا هو مريض ما استفاد يعني صحيا كتير من صيامه هلأ بالنسبة للفائد الصحي إذا نحكي على صعيد الوزن فطبعا أكيد كلها تنمخسر وزن يعني فوق الوزن اللي نحن نعاني منه عنا قلة وزن فكمان بينزل وزننا بشكل عام بالنسبة للفائد الصحي إذا أنا مثلا مدخن فبرمضان بتعرف انقطاع ساعات طويلة عن الدخان فبيكون له هذا الأثر الإيجابي هذا أكثر فائد نحن مستفادة بشهر رمضان ممكن يكون كمان فرصة حتى الأقلاء عن التدخين بشكل كامل يعني العكس هو أنه بالعكس اللي بيقدر يستغل فترة رمضان كصيام بيستفيد بنزول وزن وتنظيم عداد غذائية صحيحة يعني إن شاء الله الله قدرنا على صيامه وقيمه بالنهاية يعني عادة وجبتين هنه بيكفوا برمضان وجبة الصحور مشان الواحد يضل قادر يعني يشتغل بنفس الوقت وهو صايم ووجبة الأفطار كمان تكون وجبة جيدة بشكل عام دائما يعني بشهر رمضان يعني نحرص تكون كمية الأكل أليلة ونوعيتها تكون منيحة بمعنى يكون فيها بروتين فيها فيتامين حتى نقدر يعني نستمر طول فترة للنهار مثلا تعرف 17 ساعة 18 ساعة عم بيكون ساعات السيام نوعا ما طويلة فلذلك يعني عم نحاول قدر الأمكان أنه يكون الأسحور أو حتى الأفطار يكون فيه كتير مواد غذائية حتى ضل عنها يتطاقة لنكمل نهارنا تساؤلات عديدة يفرضها هذا الضيف العزيز لعل أبرزها يدور عن إمكانية المحافظة على تغذية متوازنة خلال فترة الصيام واستغلال فوائده مع تلبية الاحتياجات الغذائية مثل ما شكنا أعزائي مشاهدين تقرير واستطلاع عدته قناة حلب اليوم بالعودة إلى طبيب نظيف وعدنا هذه الحلقة يعطينا معلومات وأهم مستجدات الصيام دكتور رمضان أكثر فائدي هايك لخصت الليل الحلقة راح تقوم إن شاء الله فضل أول شي خلينا نبلش بسر الصيام الصيام هاي العبادة الجليلة اللي اتمنى الله بها علينا حقيقة هذا الموضوع استرعى انتباه واهتمام العلماء من بين الدراسات الهامة التي أقيمت فيه باحث البروفيسور أمريكي اسمه مارك ماتسن من جامعة جون هوبكنز في الولايات المتحدة هو اقتصاصي بالعلوم العصبية والشيخوخة على مدى عقود درس موضوع الصيام وعمل أبحاث عليه فاستحصل على نتائج مذهلة ذات دلائل وقرائن يعني مسبسة بالقرائن مسبسة بالقرائن نعم فأول شي درس أنماط الصيام أي شكل من أنواع الصيام هو المفيد لا أنها الجملة العصبية لا الجملة العصبية بشكل عام لأنه هو اقتصاصي بهذا المجال طبعا هو درس الأمور الأخرى ولكن اهتم أكثر في هذا الموضوع فحسب ما تبين له أنه انقطع الكامل عن أخذ تناول أي شيء من الحريرات يعني المشروبات والطعام على مدى بين 14 إلى 18 ساعة يوميا هذا هو الشكل المفيد من الصيام تمام أما التخفيف الجزئي فبدي يكون كتير شديد حتى يكون مفيد يعني فيه كتير أنماط حمية تمام مثلا فلازم يكون لا تتجاوز 500 حريرة في اليوم حتى يكون مفيد و 500 حريرة صعب الإنسان يتحمل دكتور حتى يعني المشاهد ما يدخل بموضوع الحريرة نعم 14 إلى 18 ساعة صيام نعم مفيدة لناحية عصبية لأيش بالضبط أيوة 18 ساعة صيام كاملة تمام مفيدة للناحية العصبية لأنه أثبت أنه هذا الشيء يولد تمام خلايا عصبية جديدة في الدماغ تمام وهذا الاكتشاف كان مذهل لأنه حسب كل الشيء الذي درسناه سابقا أنه الخلايا العصبية تتولد في مرحلة جنينية وبعد الولادة تتمايز ولكن لا تتولد تمام فهذا الاكتشاف يعني أدى إلى أنه نكتشف فوائد الصيام على بعض الأمراض مثل الأنزهايمر والباركنسون تمام طبعا هذا مثبت باكتشافه لبروتين هو البروتين المشتق من الدماغ والمحفظ للخلايا العصبية هذا اللي تم استخلاصه واستكشافه أنه هو اللي يعني يحرك الدماغ على إفراز أو إنتاج خلايا عصبية جديدة ممكن ترمم الأمراض الدماغية ممكن تقي مستقبلا من الأنزهايمر دكتور حكيت 14-12 ساعة لكن عدد الأيام هل كان مدمجي بالدراسة؟ هيا كمان درس عدة أشكال فكمان استخلص في قاعدة اسم 2-5 أنه صيام يومين غير متعاقبين في الأسبوع تمام حضرتك عم تقول بالدراسة بأمريكا بالبروفيسور جامعة جوب هوبكنز الصيام يولد خلايا دماغية جديدة مسبت بقاعدة 2-5 ما حلقته بالإثنين والخميس اللي حين نعرفه صيام؟ والله هذا اللي يعني أثار دهشتي حقيقة فعلا لما شفت بالتقرير مكتوب 2-5 وهو أنه صيام يومين غير متعاقبين في الأسبوع فهذا كان شيء سرع انتباهي للناس المتعاودين يصوموا ثانين وخميس مثلا طول حياتهم فجأة كان عم بيعطوا منفعة لصحتهم على مدى هذه السنوات حاليا تم اكتشاف فائدة هذا الشيء مشكلة أحيانا نحن بكون في عبادات عم مارسة ولكن لا نعي تماما الحقائق العلمية الحقائق العلمية يعني هو قاعدة 2-5 صيام يومين غير متعاقبين نحن صيام 2-5 نعم تماما سبحان الله دكتور برمضان عادة منقول ما بنناقه منقول ما بنزوده زمنه بس أدا المغرب منزلة الصفراء الطاولة بتتلاشى كل هالآمال والأحلام فاشو بتنصحنا نصيحة بهيك وضعها أول شيء قبل النصائح خلينا نعرف ليش الصيام عم بيكون مفيد تمام تضب يعني ليش عم ينتج هذا البروتين اللي عم بولد لمو كل إنسان صام وفطر بالطريقة اللي هو بده إياها تمام بيحصل على نفس النتيجة تمام الحقيقة اللي تم إثباته واللي معروف عند السادة المشاهدين عادة عن إنسان عادي إنه الإنسان يحرق السكريات تماما السكريات الموجودة في الدم والتي تكفي لمدة حوالي ثلاثين دقيقة تماما بعد ما يحرق السكريات بيحرق شيء اسمه الجليكوجين هو نفس السكريات ولكن المخزنة مؤونة يخزنها الجسم في الكبد والعضلات تمام تكفي لمدة حوالي اثناشر ساعة تمام متشطح مثلا نايم تحت المروحة أو المكيف ممكن تكفي فترة أطول فبعد حرق هذه الجليكوجينات يعني الحد الأقصى 14 ساعة خلص السكريات وخلص بيت الموني وخلص بيت الموني تبع السكريات فهون الجسم كآلية تانية تمام بيفتح طريق حرق الدهون تماما هذا الطريق هو طريق الفائدة تماما فهاي من هون النقطة لذلك المشاهدين لازم يعرفوا أنه الفائدة تكمن في فتح طريق حرق الدهون تماما وما يؤدي إليه من طرح السموم من توليد الخلايا العصبية وغيرها من الهرمونات فنحن لما منطول هذه الفترة أو بنحرق الجليكوجين قبل ومنفتح طريق حرق الدهون قبل هذا كمان يساعدنا بشكل أفضل نحن كمان لما فترة الإفطار نحصل على طعام متوازن تماما خفيف ما منغلب حالنا منكون حافظنا على طريق حرق الدهون مفتوح لليوم الثاني بشكل دائم طبعا لأنه نحن يعني منكون هدينا يعني عملنا تعليق مؤقت وليس قفل ورجعنا خزجنا ما منخزن الجليكوجين ما بدنا نرجع لأنه يوم الثاني نرجع طبعا مشاهدي ضيع شوي بين مصطلحات الجليكوجين والسكر الطاقة التي تحركنا نعم طبعا شعلينا وبصير التعب بالتالي بالسيوم نعم هلأ هون يجينا للمصيرات العطش اللي هي بتكون فترة السحور تماما لأنه فترة الإفطار من الواجب تناول كميات جيدة وكبيرة من المياه والسوائل خلي عندنا نقطة هل تناول قبل أو أثناء أو بعد الطعام تناول السوائل والماء السوائل المفروض تناول القسم الأكبر قبل قبل نعم لأنه الجسم معروف طبعا الصيام بالصيف أكثر شي هو بصير فيه تجفاف تماما وهذا له خطر تأثير سلبي على الكلاوي تمام فنحن مبدئيا أول شيء بالإفطار مفروض تناول كمية من الماء تمام قبل قبل الطعام أول شيء ممكن ماء ممكن حبات تمر بس عم نحكي على السوائل تمام الماء أهم شيء لتعويض التجفاف في القلايا والجسم وتنشيط الكلية على الإدرار مرة تانية من قارن هذا من راقبه بإدرار البول ولون البول وكمية البول بعد ساعتين أو ثلاثين من الإفطار طبعا قبل لأنه امدصاص الماء سهل إذا ما اختلط مع الطعام وما بيأكل دائية دائتين خاصة في حالة تشفى في الجسم ممكن كمان ناخد العصائر المبددة ولكن مو العصائر المركضة الصناعية الموش المعذبة أو الكولة الطبيعية لأنه كمية السكر الكبيرة في العصائر الصناعية تمام تولد أنه تحس إفرانز الإنسولين بشكل زائد تمام فبصير في عنا تزبزب بمستوى السكر فهذا شيء غير مستحب طبعا خاصة بالسحور ولكن حتى بالإفطار نحن ما بدنا ناخد كميات سكريات كبيرة تغلق قمات حرق الدهون كما كلنا إذا كان هذا تركيزنا لي أما نرجع للعصائر الطبيعية اللي متعودين عليها يعني كتقليد في عنا موضوع السوس وموضوع التمر هندي طبعا هذول المشروبين مفيدات السوس إلو فائدة كبيرة في احتباس السوائل السوس إلو فيهم مادة تحبس السوائل في الجسم تمنع كلية من الإطراحة هذا إلو فائدة ولكن إلو مخاوف ومخاطر كبيرة كتير من الحالات نحن بنهاية رمضان بيجينا شباب كان على العيادة من قسلهم ضغطهم بيقولك عم بيجعل راسي وتقل كتير في راسي منلاقي ضغطهم عالي جدا ١١١ ١١٩ ١١٩ مع أنهم ما كان عنده أي سوابق هذا بسبب غالبا السوس والحمية غير المتوازنة وفيكون عم يشرب كاستين ثلاثة كبار السوس عند الإفطار مثلا أو السحول وهذا الشيء مضر هلأ أنا بنصح إذا متعود لوحد يشرب كمية معتدلة نصف كاسة كبيرة تكفي دكتور العرق السوس هو اللي بسبب ارتفاع الضغط نعم وليس التمر هندق لا معناتها بفهم كلامك مرضى الضغط ومرضى القلب ممنوع منعا باتا ولا نقطة إذا مريض والإنسان الطبيعي لا يكثر منهم حتى الطبيعي بتأثر إذا أكثر منهم طيب بالنسبة للتمر هندي والجلاب نحن عندنا بسوريا ايوه التمر هندي مشروب جدا لذيذ ويروي العطش ولكن مشكلته أنه يتطلب كميات كبيرة من السكر لتحليده فهي النقطة اللي لازم ننتبه لأنه هيك منكون احنا بالكاسة الوحدة أخدنا كمية كبيرة من السكر إذا حسننا محل تاني أو نخفف له سكره فهذا بيكون مناسب جدا طبعا نحن عم نحكي عرق سوس وتمر هندي ليست من العصائر المعلبة من العصائر الطبيعية طبعا طبيعية دكتور فهم من كلامك الفواكه أزبط ممكن هالكلام مع مية طبيعية؟ نعم من ضبط العصائر الطبيعية هي أفضل شيء والمياه المي والعصائر إذا مضطر الواحد ما عنده يمدده ما يشرب عصائر مركزة حتى العصائر المعلبة يضيف لها مي بيكون أفضل تمام دكتور وجبة السحور هل تثير العطش بعض أنواع المأكولات خلال فترك اليوم؟ أكيد وجبة السحور مهمة لأنها هي اللي بعدها بدأت تبقى أكيد سيئة بالوجهة تمام شو الشغلات اللي بتوجيهنا عليها بالسحورنا كلها؟ حتى ما يصغير فيه إسارة عطش وندخل بدون نعم نعم أول شي نحنا عم نحكي عن العطش العطش طبعا كل شي موالح تماما مكسرات مخللات ممكن فيه الحلويات التركيز العالي من السكر كل شي ذو تركيز عالي حتى المشروبات المكسفة والمركزة والصناعية هاي كلها والكولا بتعطش يعني ما تكون عطشان وتشرب كولا أنت ما تحسر تويت تماما بتك مياه لأنه تركيزه عالي فيه سكر عالي هاي كلها لازم نتجنبها المآلي بشكل عام المآلي طبعا نحن بحكي على وجبة السحور بحور تماما طبعا بالإفطار ممكن تأكل كل هذا حتى اللي فيه ملح وفيه كذا بيحاجج اسماك لكل شيء لكن هم نحكي على الإفطار الإفطار طبعا مثل ما أن السحور نشرب كمية جيدة من المياه ولكن غير مبالغ فيها تماما يعني كمان المبالغة في شرب المياه يؤدي إلى التخمة ويؤدي إلى السوق بالهضم ومشاكل تانية وبيثير الجسم على إفراز كمية كبيرة من السوائل فبتلاقي بتخل وتطرحها بشكل سريع وما تستفيد منها شيء معتدل موالح فيه بعض الشيء اسمه ممكن تعطش يعني مثل ما أنا الكبة المقلية مثل أحيانا التين بعض الشيء اسمه ذات التركيز الحلو الكتير تلاقيه تعطش وكل شيء فيه ملح جبنة المالحة العطون المالح كل شيء فيه أملاح زائدة لازم نتجنب أو يكون مخفف طيب دكتور بالنسبة لمدمني القهوة والتدخين برمضان شو أنتم صحون؟ أحد فوائد الصيام مساعدة الإنسان على التخلص من عادات اللي هي ممكن ترقى مرحلة الإدمان فهو في قاعدة أفضل عادة ألا تتعود أي عادة تماما فبصراحة الجو رمضان العام والفوائد اللي ممكن ناخذها من رمضان والصيام ممكن تساعدنا على التغلب على أنفسنا في موضوع الإدمان أو التعود خلينا على التدخين على الأهوة على كل أنواع دكتور بتلاقي في ناس بتعودية على الأهوة على السحور وبتلاقي حاطة باكيت دخان نص وخلصوا مع ركبة أهوة هالشي صح؟ أكيد غلط يعني أكيد غلط الجسم ممكن قادر على أنه يتغلب على هذه الأمور طبعا التخفيف التدريجي قبل رمضان أنا برأيي مفيد خاصة للي بعانه من الصداع نتيجة مثلا الصيام المفاجئ لأنه صيام طويل وقاسي قد يكون على بعض خاصة متعود على تناول أهوة وسناكس ووجبات سريعة فممكن يخفف قبل أسبوع من بداية رمضان من هذه المواد حتى ما يعاني من مضاعفاته في الأيام الأولى وعادة هاي بس تكون في الأيام الأولى بعدين بتعود الجسم على دكتور في سؤال إيجان عبارية الصفحة عن موضوع تناول السحور والنوم فوقا مضر؟ مفيد؟ ما هو السلوك الصحيح في هذا المجال؟ هو الأمر لا يتعلق بالنوم الحقيقة بعد السحور ولكن يتعلق بمحتوى السحور تماما في حقيقة يعني إذا كان سحور خفيف متوازن أطعت فواكه شوية لبن طبعا اللبن الحليب مستحب مستحب ممكن بعض اللبقول مستحبة يعني شربة عدس خفيفة ما في مشكلة شغلات بسيطة يعني للسحور لازم السحور ما يكون وجبة إيلي ممكن الخبز الخبز كمان ممكن يساعد على الحفاظ على مستوى طاقة جيد في فترة الصيام والنوم بعده إذا كان خفيف ما في مشكلة نهائيا أما إذا كانت وجبة إيلي فأكيد رح يكون في نور من الأسرة والإضرابات دكتور أصدع العسرة للإضرابات وكذلك على موضوع الوزن وعلى موضوع الوزن طبعا هل يزيد الوزن؟ طبعا ممكن 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 دكتور في نصائح مثلا حابب تقدمها بآخر الحلقة للمرضى وخاصة الموجودين بسوريا عن هذا الموضوع بالطبع خلينا كمان نرجع لفوائد الصيام نحن ما غطينا كل شيء طبعا يعني خلينا نقول نتاج الأبحاث في كتير شغلات منا مثلا إزالة السموم المتراكمة في الجسد منا ضبط السكر السكر ممكن يتحسن أو توقف بعض الأدوية برمضان إذا استغلت الصيام والإفطار بشكل متوازن يعني في عنا موضوع ضبط الضغط في عنا موضوع الوقاية من أمراض القلبية وتغفيد الكوليسترول ورفع الكوليسترول المفيد في عنا الحالة النفسية في دراسات كتير حاليا تعالج أو أبحاث تعالج الاكتئاب بالصيام الصيام أثبت كمان أن المادة التي تفرز من الدماغ إلى تأثير إيجابي على الحالة النفسية للصائم فهي كتير تحسين المزاج تحسين التعلق في الحياة كل هالأمور مفيدة في الصيام طبعا الفائدة المعروفة هي الجهاز الهضمي تعويض الجهاز الهضمي على عادات دايما الجهاز الهضمي والإنسان الجسم بحاجة أنه يتعود على رتابة معينة بيقوم بيفطر الفطور الأكل بمواعيد التغوط طرح الفضلات بمواعيد فهي كلها مفيدة فالصيام يساعدها لننظم الجهاز الهضمي وهذا مفيد للكولون كتير طبعا في عنا ممكن نحن ننصح أو ننبه مرضى القرحة ممكن تكون سلبي عليه هون خاصة بالسحور إذا كان فيه مثل دبس باندورة باندورة مطبوخة والمخلل والمعالي في حلقة دكتور إن شاء الله سنتناول عن موضوع أمراض المزمنة ورمضان دكتور لما عم تحكي عن موضوع الجهاز الهضمي هل التراويح دور في رمضان مفيد للجهاز الهضمي؟ أكيد جدا التراويح يعني بصراحة هي كمان نوع من العبادة المفيدة جدا خاصة بعد وجبة ما هي خفيفة والأفضل طبعا تكون خفيفة كتير بشان يقدر يقوم بالتراويح نعرف إذا كان واحد متعل كتير بصير علي صعب كتير أن يقوم بصلاة التراويح صلاة التراويح بتنشط الحركة بعد ساعة ونصف تقريبا أو أكتر من الطعام بيكون الطعام تقريبا الهضم فبصير في عنا حركة بتساعد على تحريك الجهاز الهضمي والجسم وحرق السكريات البسيطة دكتور أنت من خلال وجودك مع المرضى هل لا زال المرضى لحد الآن ما بفرقوا بموضوع؟ شو هي الأكلات الفرحة وريرة كتير؟ يعني في ناس لحد الآن بتفكر إذا شربت بريق شاي مع شوي تفستو بآخر الليل هذا شيء صحيح ما أقلنا شيء يعني تسلاي نقرأ شيء فهل برأيك هذه الأساليب صحيحة؟ وكيف فينا نوصل للمشاهدين شو هي الأكلات الغنية بالحرارات والتصوم والسكاكر؟ طبعا أكيد هذا كل ما تثقف الإنسان بهذا المجال أكتر كل ما عرف شو عم بيتناول لأنه فعلا بقولك أنا ما شربت بس كولة أو شربت عصير وكذا بس عصير ما بيعرف كم حريرة فيه ممكن كون فيه أدرغي في خبز كامل فبصراحة فيه عنا شيء اسمه المؤشر السكري أو Glysemic Index النشويات والسكريات الموجودة في الأغذية ما كلها بترفع السكر بنفس الدرجة أو بنفس الشكل فيه أحيانا بعض المواد ذات السكر السريع الامتصاص العالي ترفع السكر بشكل سريع وبتنزله بشكل سريع لدرجة أنه تضطر الجسم بيفرز إنسولين كتير بنزل السكر تحت مستوى برجع الجسم برفع السكر فهيكا بصير فيه عنا آلية شوي مضرة ففيه عنا الخبز مثلا الخبز الأسمر تمام غير المقشور هذا ممكن يكون مفيد التفاح من الفواكه هو تقريبا أفضل الفواكه ممكن اللبن العدس البقول هيا كمان ممكن تكون مفيدة البرغل الذرة كمان هكشالات الماكرونة مقبولة أما الأغذية الممكن يعني واحد يتجنب بطاطا المقلية بطاطا المقلية هاي كثير سيئة طول ما فواشات والعوامات والحكيها بالضبط والسكريات البسيطة والحلويات الدسمة إلى تأثير فلبي كمان دكتور 30 ثاني عندك كلمة أخيرة توجهل المشاهدين برمضان نعم الصيام نعمة من رب العالمين لو نعرف فوائد الصيام أكيد لتمنينا أن نصوم الدار كله كمان أو نواظب على الصيام بشكل أسبوعي أنا بتمنى الكل يحاول يستفيد من هذا الشهر وجعله أكثر فائدة خاصة كمان في ساعة ذهبية هي ما قبل الإفطار إذا قمنا ببعض التمارين الرياضية الخفيفة عم نحكي ماشي هروة اللي بصير الساعة ما قبل الإفطار رح يكون إلى تأثير مفيد مضاعف في فوائد بدي حاول رمضان هذا جرب هاي النصيحة منك وأنا معك شكرك دكتور على هالحلقة أعزائي المشاهدين عليكم العافي ليس نصف ساعة فقط نحن على صفحة الفيسبوك متواجدون بشكل دائم لطرح أي مشكلة أو سؤال ويمكنكم مراجعة الضيف حتى عن طريق صفحة الفيسبوك إلى اللقاء في حلقة قادمة ودمتم بخير موسيقى 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 موسيقى